احمد الله رب العالمين احمد الله رب العالمين يحزن لما وصل به حال افراد هذا البيت هل لو دخل العلماء الكبار كابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد رضي الله عنهم وابن تيمية وابن القيم تخيلوا انهم زارون في بيوتنا هل ندخل عليهم السعادة والسرور ام اننا نضيق صدورهم بزيارتهم لنا كثير من بيوت المسلمين بفضل الله ما زال الاسلام فيها واضحا عند الصغير وعند الكبير ولكن بعضا من بيوتنا للاسف اما انها عبارة عن جدران وان كانت متسعة ولكنها تصير كالقبور ضيقة او كالكهوف المظلمة او كزنازين السجون التي يشعر كل فرد فيها انه مسجون داخل هذا المكان للاسف الشديد هل اذا نظرنا نظرة عامة الى بيوتنا هل نرى ان بيوتنا تصلح ان تكون قبلة يعني يقتدي بها القريب والبعيد ويقتدي بها الزائر والضيف ويقتدي بها الجيران والناس من كل حدب وصوب ام ان يعني البيوت للاسف الشديد هل تصير يعني سبحان الله ليس فيها قدوة ليس فيها اسوة ليس فيها رحمة ولا مودة ولا سكينة ولا هدوء اولا السؤال الذي اريد ان اطرح كيف نعيد البيت المسلم كما كان على عهد ابائنا واجدادنا من السلف الصالح او على عهد ابائنا واجدادنا القريبين منذ عقود مضت هل يعني اذا نظرنا الى البيوت نرى ان يعني كل فرد في هذا البيت صار جزيرة منعزلة ام انه بفضل الله عز وجل ما زالت الالفة والمودة والتراحم والصبر والتصبر والاستبار والمصابرة موجودة عند افراد هذا البيت ما الذي جعل الخلل يهجم ويدخل الى بيوتنا ما الذي جعل النقائص يعني تدخل وتصير سمة عامة لهذا البيت انا اريد في هذه الدقائق المعدودات ان نشخص الداء واننصف له الدواء اولا لو نظرنا الى شريعتنا الغراء ونحن دائما نتكلم قال ربنا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم قال العلماء قال الحكماء قال اهل الحل والعقد قال اهل الخير سبحان الله فقالوا كذا وكذا يعني نتيجة هذا القول عندما نحدث المرأة عن حقوقها وعن واجباتها ربما تريد حقوقها ولا تريد ان تؤدي واجباتها اذا حدثنا الزوج عن ما هي حقوقك وما هي واجباتك بحث عن الحقوق فقط ونسي الواجبات اذا كلمنا الصغار كلمنا الكبار كل منا يريد ان يبحث عن قضية الحقوق فقط حتى في بلادنا او في العالم كله هناك كليات للحقوق وربما ليست هناك كليات للواجبات سبحان الله لكن اريد ان اقول ما الذي يجعلني كفرد اكره يعني الواجب الذي عليه دائما الواجب الثقيل دائما اذا جلست مع الرجال سألوك ما هي حقوقنا نحو نسائنا وان جلست مع النساء قالت النسوة والله نحن نريد ان نعرف حقوقنا عند رجالنا ما جلس معي احد وقال انا اريد ان تعلمنا ما هي الواجبات التي علينا ايه الواجبات اللي علينا ما هي الواجبات المنوطة او التي يجب ان نقوم بها كل واحد يسأل عن الحقوق فقط لا احد يسأل عن الواجبات التي يجب ان يؤديها احباتي في الله اولا الحياة حقوق وواجبات هذا في قضية الحلال والحرام لكن قضية التفاضل والمعيشة في مساحة الخير التي عند الطرف الاخر ومساحة الصبر والتصبر والاستبار هذه قد تبخرت واذا بحثت عن الاثباب تجد ان افات عدة هجمت على بيوتنا الامنة فنزعت منها صمام الامان ما الذي حدث اول شيء انكار بعض من افراد البيت الجميل الذي اداه الاخر يعني احيانا قد يكون المنكر هو الزوج واحيانا قد تكون المنكرة هي الزوجة يعني ربما يحسن اليها عشرات الاعوام تقول والله ما رأيت منك خيرا قط وربما هي تحسن اليه عشرات الاعوام وتصبر عليه ويعني تتعامى عن ثغراته وعن عيوبه وعن اخطائه ثم بعد ذلك يقول والله هي متعبة ومؤذية وبصراحة للأسف الشديد ما ارى منها خيرا ارى تقطيب جبينها واحيانا نحن نخطئ في طريقة تربية بناتنا وتربية ابنائنا في البيوت وهم صغار اولا اما ان نريهم قدوة سيئة من اب متسلط متجبر معتز بماله معتز بجاهه يرى ان هذه المرأة التي وقفت بجواره عشرين سنة مثلا انها همل في الحياة وانه لو لا مجهوده هو وعقله هو وذكاؤه هو وشهاداته العلمية واجازاته العلمية التي حصل عليها ما كان له كيان في هذا المجتمع اما هذه فمجرد مربيت اولاد او خادمة تخدم في البيت هذا الاحتقار او هذا الكبر وهذا التكبر عندما تقيسه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استشار ام سلمته في قضية صلح الحديبية وقضية تعامل الصحابة واغضاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في رفضهم التحلل عندئذ تجد العجب العجاب ان ام سلمته اشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة لما اخذ بها حلة المشكلة لكن للكثير في بلادنا العربية يقول الازواج شاوروهن وخالفوهن لا اله الا الله طالما انت نوع على المخالفة فلماذا المشاورة هي يعني ديمقراطية في الحوار وديكتاتورية في اتخاذ القرار يعني هذا ليس من باب التسلط يعني هذا في الطرف الاول احيانا في الطرف الثاني الزوجة تنسى احيانا ان قضية الاتسامة دي تفتح ابواب كثيرة من الخير الاتسامة تفتح احيانا تنسى الزوجة الاتسامة هنا تجد ظروف معيشة غلاء تعب اولاد تعب نفسي تعب جسدي ايذاء من زوج لكن هي لو يعني انا اقول انها لو وضعت اطار الصبر واطار التحمل داخل يعني داخل حياتها انا ارى والله اعلم ان هذا يسطح كثيرا ويحافظ على البقية الباقية من هذا البيت لماذا تعال الى البداية يذهب الولد او الشاب ليتقدم لأسرة تسأل عنه الاسرة عما تسأل اين يعمل راتبه شكل بيته شكل سيارته حساباته وارصدته في البنوك البنايات والاراضي التي يملكها ابوه هل له ام احيانا بنتنا الان للاسف يسألون له ام يقول لها الحمد لله مات يقول الحمد لله تزوجنا لماذا لانها رأت من تدخل الاخريات ان كانت ام زوج او اخت زوج او اه او من الطرفين يعني تدخل او وضع انف الاسر في الاسرة الجديدة المقامة هذه اكبر مشكلة تقوض البيوت لماذا لان البيوت اسرار ونحن كاباء وامهات يجب عندما نزوج ابننا او ابنتنا لا نضع انوفنا في البيت الجديد لان اسرار البيوت اسرار البيوت لا يجب ان تخرج ولا يجب نحن كفضوليين ان نسأل عنها لا يجب ابدا ان نسأل عن ماذا طبقتم اليوم اين كنتم بالامس الى اين تذهبون في الصيف بعد الغد سبحان الله نحن لا داعي ان نسأل ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول فاذا يذهب الولد او الشاب اللي يتذهب اسأل الاسر لا نسأل عن خلقه لا نسأل عن صلاته عن محبته للعلم محبته العلماء ارتياده للمساجد حفظه لشيء من القرآن معرفته للحقوق والواجبات تقديره في البيت هل هو بخير هل هو سبحان الله تقول زبيدة ام البنين في حكمة جليلة والله لو كان البخل قميصا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته فلما نسأل عن بعض الناس ما رأيكم في ابن فلان والله هو من عائلة طيبة ولكن يعني العائلة عندها شيء من الحرص هذا كذب هي تريد ان تقول او يريد يريد هؤلاء الناس ان يقولون ان هذا هذه اسرى بخيلة فبلا لما يقول بخيلة يعطيها صفة اخرى انها حريصة لا يا اخي خليك واضح لماذا لان الغيبة مسموح بها في امر التزويت يعني ان جيت تسألني ما رأك في ابنت فلان لماذا والله نريد ان نزوجها لابننا تقول لا خلي بالك ابوها ماله حرام بس نكون صادقين نكون صادقين وبعدين امها هي الامرة الناهية في البيت وابوها سلبي لا قمة له ولا كبيرة لهم في العائلة هذه ليست غيبة هذه عظمة الاسلام ان هذه امور مباحة في الاسلام ليس عليها او ليس لها وزر او عليها وزر او ذنب لماذا لان هذه شهادة بمقام ايه شهادة وان قدمت معلومات خاطئة من باب التحسين والتجميل لاسرة ليس فيها هذه الصفات فانا شاهد زور يجب ان اتخذها لماذا لانا في اسرة وعائلة هتقام او عائلاتها تتدخل مع بعضها وبناء على شهادتي تلك ربما يحدث النسبة المصهرة فاذا حدثت اخطاء بعد ذلك وظهر ان كلامي كان كذبا او كان زور او كان بهتان غضب الناس وربما دعوا علي في جنح الليل عندما تحدث مشاكل سامحك الله يا فلان تقول لنا انه كذا وكذا وهو سبحان الله كذا تقول انه على خلق وهو لا يصلي تقول انه كذا كريم وهو بخير وهكذا فالجلال هذه امور تصح في قضية التوضيح سبحان الله يعني التوضيح الاخلاق التي عند الطرف الاخ يجب ان تصدق في القول طيب حدث مسألة الموافقة اكثرهن بركة اقلهن مهرا ولكن يجب ان نتوقف عند مسألة تيسير امر الحلال لنعسر امر الحرام كي نتحدث ان شاء الله بعد الفاصل لنكمن هذا الموضوع الخطير حتى تعود بيوتنا امنة مرة اخرى نحن لن نأمن في مجتمعاتنا ولن تتقدم امتنا الا ببيوت امنة هذه البيوت الامنة هي التي نريدها كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله نحدثكم كيف هي البيوت الامنة بارك الله فيكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن البيوت الامنة التي نريدها ان تكون مستقرة مطمئنة عندما يفهم كل واحد ما هي الافات التي تعصف بالبيوت وكيف نداوي ونعالج هذه الافات حتى تعود بيوتنا امنة مرة اخرى كما كان سلفنا الصالح فاول شيء انه يجب ان نرضى خلق من تقدم خلق من يتقدم وفي الطرف الاخر يقول صلى الله عليه وسلم تنكح البرأة لاربع لجمالها ولمالها وليحسبها ثم قال ولدينها ثم اوصى الشباب وقال فاضغر بذات الدين تربت يدك التسقت يدك بالتراب ان لم تتزوج صاحبة الدين وانت يا ابنيتي اقبلي صاحبة الدين لماذا قال رجل لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين من ازوج ابنتي قال ازوجها ممن يتق الله ان احبها اكرمها لما يحب زوجته يكرمها وان ابغضها فلن يظلمها لماذا لانه يخاف الله عز وجل يعني يخاف رب العباد سبحانه وتعالى حتى قيل لرجل يعني متزوج امرأة سيئة الملكة وسيئة الطباع يعني عدة سنوات ولم تتحسن ولم تتقدم فضغط عليه الجيران والحكمان والعلماء ان يطلقها فابه فتعجبه لماذا لا تريد طلاقها قال اخشى ان يبتلى بها غيري يعني انا اتحملها غير لا اتحملها انا اتحمل ايذاءها وكبرها وصلفها وتقطيب وجيها وربما غباءها سبحان الله فهناك غباء ليس غباء العقل في غباء اسمه غباء اجتماعي زي ما فيه ذكاء اجتماعي في غباء اجتماعي يعني ناس ليس عندها ما هو الذكاء الاجتماعي ام تحسن العلاقات العامة عندما يزور اهله عندما تقدر الرجل عندما تطبع في المكان اللائق به عندما يدخل الى البيت وهذه وصية لبناتنا من السوجات سبحان الله في كلهم يشاهدون الان عندما يدخل يا بناتي زوجك الى البيت اشعريه ان اهم شخصية في العالم قد دخلت اهم شخصية اهم شخص حتى وان كان يعني انسان بسيط يعني لا يشعر اليه بالبناة لانه هو دخل الى مملكته فيجب ان يشعر او نشعره ان نملك هذه المنطقة ان امير هذه البناية او امير هذا المكان هذه البيوت الامنة وعندما يخرج الى الصباح وادعيه بابتسامة لا تنامي وزوجك خارج العمل صباحا الى اذا كنت متعبة يعني وادعيه بابتسامة في حفظ الله في امان الله يقول لك نستودعكم الله تقول ان نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك لكن سلام عليكم حلا يعني سبحان الله لا حد يرد يخرج الرجل وهو مختائب ويخرج الرجل وهو ضيق الصدر ذائب الى عمله يعني ما لا يطيق زوجه كما قال عمر بن الخطاب النساء ثلاثة امرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك الله ما اجعل نساءنا جميعا كذلك وهنا كذلك ان شاء الله وامرأة وعاء للولد مجرد يعني تنجب اولاد وامرأة غل قمل جراب والعياذ بالكيس يعني غل قمل يضعه الله في عونك من يشاء والعياذ بالله عبارة عن ايه قال عمر اللهم اني يعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب ان رأت مني حسنة كتمتها وان رأت مني سيئة اذعاتها وهذه اخطر النساء كلما رأت منه حسنة لا تذكر الحسنات وعندما ترى منه سيئة صغيرة تكبرها وكأن الدنيا قد انتهت وان الحياة توقفت وان هو سبحان الله انسان يعني للأسف الشديد لا يقدم لها خيرا ولا هذه ما صار من ضمن الافات الكبيرة التي نراها في البيوت عندما لا تصير امنة قضيت كبر احد الطرفين على الاخر كيف تجد ان الزوج تزود ومرت رحلة الزواج عشر سنوات وعشرين سنة وبعدين للأسف يبدأ في الكبر يعني يكبر يكبر حجمك والمجتمع يصير انسان بعد كان همل في الحياة موظف بسيط الى به انسان يعني معروف ويعني ذو مال ذو جاه المهم سبحان الله فيبدأ في التعامل مع زوجته كأنما هي ما كانت سببا في ان وقفت بالجواره وربما بركت وجودها في حياته وصلتها بالليل ودعائها وصبرها عليه ربما هو الذي اوصله الى هذه المكانة فينسى هذا الامر ويبدأ ينظر اليها من باب العصبية والقبلية ويستشعر النعني من عائلة وهي من عائلة دون لا كلكم لآدم وآدم من تراب عبدالرحمن بن عوف الحسيم النسيب الملياردير الصحابي الجليل اللي من عشر من البشرين بالجنة زوج اخته لمن لبلال بن رباح بلال بن رباح فقير لا يملك من حطام الدنيا شيء مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسناها بالعصبية هذا رجل حبشي وهذا رجل قرشي ولكن الاسلام سوى بين الجميع كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربيين على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح مفيش واحد افضل من الاخر مفيش ليس هناك ارض تنبت انسانا خيرا من ارض تنبت انسانا كلنا لآدم كلنا لآدم جلس بعض الناس مع جلس شاب فقير مع بعض من من ابناء علية القوم فقال احد الشباب انا ابن الوزير فلان والاخر قال انا ابن قائد مش عارف ايه واتعى عمير الجيش او قائد الجيش انا ابن فالدور جاء على الفقير المسكين هذا شاب زميد لهم ابوه يعني غمر في الحالة لا احد يعرفه اقال وانا ابن الرجل الذي اسجد الله له ملائكته انا ابن ادم لماذا نفرق بين الناس بعضها لماذا يتعال بعضنا على بعض لماذا يعني ارحام تدفع الناس ونتفاضل عند الله بالتقوى يا عبادي اني انصت هذا حديث قدسي يوم القيام ان شاء الله يقول الله يا عبادي اني انصت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم اني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا قلت لكم ان اكرامكم عند الله اتقاكم فقلتم ان اكرمنا اغنانا فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم فاين المتقون هؤلاء هم نسب الله اهل التقوى يعني اهل التقوى واهل المغفرة هؤلاء اهل السلام هؤلاء الذين يعني يجلهم رب او او يرحمهم رب العباد او هؤلاء هم الصفوة من القوم الذين هم بهم تسطح الحياة وتصير البيوت امنة فلماذا اتكبر انا على الطرف او الطرف الاخر يتكبر عليه ايضا لماذا سبحان الله يعير بعضنا بعضا بامور والله ما عير احد احدا الا وعاف الله المعير واصاب المعير الذي يعير اخوانا لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك احفظوا هذه رجالا ونساء كبارا ونصغرا لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك ان ذهبت لسيارة اخيك ورأيت ولده مدلل ولده مدللا لحوله ولا اخوة الله هذا الولد عجيب هذا الولد لمات رب بعد سبحان الله تصاب بولد اسوأ من هذا حاذر يعني سبحان الله من ان تعير انسانا بعيد يعني في خرقته او في خلقه لماذا اسأل الله من فضل اسأل الله ان يهديه لابيه اسأل الله ان يوفقه اسأل الله ان يرشده لكن ان تعب عليه لماذا تعب على الناس يا اخي والله نحن كلنا عيوب ولو ظللنا طوال حياتنا نحاول ان نعالج عيوبنا والله انتهت الحياة وما تزال لنا عيوب البيوت الامنة بيوت تحافظ كما قلت على اسرارها وانت ايها الاخ الكريم يا جار يا خال يا عم يا خالة يا عمة يا ام الزوجة لا داعي لان تضع انوفكم في حياة الناس لا داعي يا موظفين يا موظفات في دواوين الحكومة والمؤسسات والشركات والقطاعات الخاصة والعامة لا داعي لان يدخل احدكم في اسرار الناس يا فلان لماذا غبت البارحة والله كان عندي زيارة مثلا من يا اخي لا داعي لان تسأل من ربما لا يريد ان يقول لك تشتري شيء جديد من اين جئت بهذا الامر من فضل الله يعني من اين يا اخي قال لك من فضل الله لكن الناس تضع انوفكم تريد ان تشرح لا حاول ولا قوة لا بالله الناس يجب ان يحافظ بعضهم على اسرار بعض واكبر محافظة هي محافظة الزوج على اسرار زوجته والعخص ان من اكبر الخيانات عند الله ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها تجلس مع زميلات في العمل وزوجي كذا وزوجي كذا فيصير الرجل كأنه يسير عاريا امام الناس كأنه ماشي عريان امام الناس يراه الناس لماذا لان زوجته قد هتكت سترة سبحان الله والعكس ان تسر المرأة الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به اصدقاءه او زملاء نفس القضية فاذا نحن يجب ان نلاحظ قضية المحافظة على الاسرار محافظة العسرار والاسرار والناس المجالس بالامنات نحن مجلس مجالس يجب ان نعلم اولادنا اياك ان تتحدث ما الذي حدث في المجلس مجلس انتهى خلاص لا داعي لان انقل المجلس على الهواء وعلى لا يا اخي البيوت لها اسرارها والمجالس ايضا لها اسرارها والمجالس باماناتها هكذا علمنا الاستام فكيف ان الناس طلع انفها في حياة الناس والله ان البيوت الامنة بيوت اسرارها داخلها ونحن لا نكون فضليين واذا زرنا فنخفف لان فيه ناس اذا زار الناس مثلا تلاقي اهل الزوج او اهل الزوجة يزور البيوت طيب يعني يجب يكون عندهم يعني حس بعد ثالث يجد ان فيه ثقل في وجودهم يجد ان فيه سبحان الله يعني اطالوا المدة يعني سبحان الله العظيم يجب ان نلاحظ ان هذه امور الاسلام عبارة عن احساس لا تكن ثقيل الظل والله الامام الشافعي قال والله ما جلست مع ثقيل ظل الا وشعرت ان الارض تميد من ناحية يجب ان نتعامل مع الناس كما نحب ان يتعامل الناس معنا ايضا من ضمن الافات التي تلحق بالبيوت قضية الحسد الحسد صحيح الناس كبروا المسألة زيادة عن الازوم لكن لماذا تحسد الناس ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ابدا بدلا من ان تحسد اطلب من الله ان يعطيك يعني وجدت عند زميل لك او قريب لك او قريبة لك ولا تصالح بدلا من ان تحسد او متفوق في الدراسة او بنت ما شاء الله بدلا من ان تحسدهم يا اخي اسأل الله ان يجعل في بيتك مثل هؤلاء هذه تسمى غبطة فالمنافق يحسد والمؤمن يغبط يتمنى ان اكون مثلك في مال في علم في تربيت اولاد في زوج طيعة في زوج صالح هذه غبطة فاسأل الله من فضله لكن يحسد الناس بعضهم على بعض لا اله الا الله يعني الذي رزق فلان الا يستطيع ان يرزقك سبحانه قال الشافعي رضي الله عنه الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في صنعه لانك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بانزادني وسد في وجهك ما بطل اذا الحسود عم زي النار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله ومصيبة الحاسد ان كلما رزقت انت بخير اكثر كلما ازداد الاب واسأولانا بالليل انت ربما نائم مستغرف في النوم وهو النار تأكل فيه كيف يأخذ هذا هذه المرتبة الوظيفية كيف يعطى هذا كذا كيف يشتري هذه السيارة الفارهة وانا ليس عندي كيف يقول يا اخي الله خزائنه لا تنفد ولا تحسد الناس لان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فخلي بالك ان لا تكن حسدا لماذا لان الله الذي اعطى فلان يعطيني فانت لا تحسد لا اخاك ولا زمينك ولا جارك ولا قريبك ابدا وانت اياتها الزوجة الصالحة وياتها البنت الصالحة ايضا لا تحسدنا احدا ابدا لماذا لان الحسد نعين اما ان يحسد الانسان يعني المحسود هذا لومة الين اما ان يكون يوم القيامة من اهل الجنة يوم النار ان حسدته في الدنيا وهو رايح الجنة ان شاء الله فالدنيا كان تساوي لا تساوي عند الله جنح بعضها فحسدي في الهواء ثم تظل مصيبة الحسد ككبيرة من كبار القلوب وان كان والعاذب الله المحسود هذا نهايته ان يذهب الى جهنم والعاذب الله فعلى ما احسده حتى وان اخذ نعيم الدنيا كله يؤتى بانعم اهل الارض انعم اهل الارض يعني انسان كان عنده كل الامكانيات ولم يتق الله يؤمس في النار غمسة يخرج كالفحمة المتقدة يقول له رب العباد عز وجل عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط يقول لا والله يا رب انا في الشقاوة منذ ان خلقتني نسي بغمسة النار كل النعيم اللي شاهله لانه لم يتق الله ويؤتى بابأس اهل الارض ولكنه اتق الله رب العالمين يغطف الجنة غطة فيخرج كالقمر ليلات التمام عندئذ يقول الله له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط يقول لا والله يا ربي انا في النعيم منذ ان خلقتني نسي بهذه الغمسة التي في الجنة ان تخرج كل الالام وكل المصائب التي رأها في الدنيا نسيها وصار كأنه ولد في النعيم اللهم اجعل النعيمة مآلنا يا رب العالمين ووفقنا واهدنا سواء السبيل ولكن البيوت الامنة كيف تصير اامنة هذا موضوع حديثنا ان شاء الله رب العالمين ولكن كنوا معنا بعد الفاصل حتى نستبين كيف نصير بيوتنا اامنة فلا تتصدع بارك الله فيكم كنوا معنا ان شاء الله مرحبا بكم مرة اخرى احبتي في الله ونحن نتواصل مع البيوت الامنة كيف يصير البيت اامنا اول شيء كما يقول العلماء التخلية قبل التحلية يعني لابد من نزع الافات اولا ثم زرع الاشياء التي تستوجب ايجاد او ايجاد حد ادنى من البيت الامن كيف تجد مثلا يعني بعض الازواج من الغباء بمكان مثلا يعني اول مجلس مع زوجته اولا او يخرج عيناه زائغتان على من تسير هنا وهناك هذا احباط للمرأة زوجته يعني تستشعر انها لا قيمة لها وتستشعر انها غير امنة في بيتها لان هذا الرجل ينظر الى الطويلة والقصيرة والبدينة والنحيفة وخلاص اصبح عينه سبحان الله زائغة في كل مكان فهو ليتخل الله رب العالمين وان غضى الانسان بصرة اطلق الله له بصيرته هذه مصيبة المصيبة الثانية بعض الازواج كل شوية يهدد زوجته وكانوا تهديد انا اتزوج عليك انا اتزوج الثانية انا اتزوج الثالثة لا اله الا الله يا اخد اسلام لا داع الى انت انت تعلم هذا الامر كم يساوي عند المرأة فلا داع الى ان تستغل يعني ما اباح الله لك في ان يعني تميتها مرات ومرات فسبحان الله العظيم يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا الرحمة والحنو والحنان حتى بالبهائم العجموات لما رأى رجلا يقود شياة ويريد ان يذبحها امام بقية الشياة قال اما في قلبك رحمة اتريد ان تميتها مرتين يعني انت تريد ان تميتها مرة بالخوف ومرأة سبحان الله امام فيا اخي الرحمة حتى فما بالك ببني ادم بالانسان التي ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم هذا امر الامر الثاني ان ودي كارثة كبيرة بعض بناتنا عندما يتزوج الولاء بعد الزواج يجب ان يتحول من ولاء البنت لابيها وامها الى ولائها لزوجها يعني ان قال الزوج يمنى وقال الاهل اهل الزوج يسار يجب ان تذهب يمينا لماذا لان هي اولى الناس عليها والحقوق زوجها لكن قبل الزواج ابوها وامها اوليها اذا بعد الزواج المصيبة ان يصير كثير من بناتنا غير فهمت للقضية يقول امي قالت امي قررت امي امرت ابي يقول الله طب وهذا الرجل يعني انه همشه نضعه على الرف يعني ما هو الزوج له له الكلمة في هذا البيت فيجب ان يعني 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 تتسم يعني انا اطلب من بناتنا الزوجات ان تتسم بالذكاء الاجتماعي تخلي الغباء يعني يعني ايه ذكاء اجتماعي يعني ان الزوجة تنافق زوجها في اهله فاذا لم يتصل بامه او ابيه اذا كانوا على قدحها مدة او اخته لماذا لم تتصل بولدك هذا الاسبوع لماذا لم تطنئن على ابيك لماذا لم تسأع عن اختك وعن ولاتها الذي كان مريضا وهي نفسها تقوم بهذا الفعل مع اهل زوجها مئة بالمئة هذا رصيد من هذه الزوجة في قلب زوجها تسحب من نسحة الازمات لكن البيوت عندما لا تصير امنة يجي يسحب من الرصيد ليس لها رصيد عنده لماذا لان ما قدمت خيرا لا لا اهله ولا لا امه ولا لا ابيه ولا لا اخته والعكس نفس القضية عندما يزورك ايضا اهل زوجتك رحب بهم اكرمهم اما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرحب باختي خديجة اما كان يرحب بصويحبات خديجة وكان يفرج لهن عباءته صلى الله عليه وسلم حتى تغارع عائشة ام المؤمنين من هذا الموقف الله مش هذا هو هذا هو الذكاء الاجتماعي يعني يتكلمون الان عن الذكاء الاجتماعي المؤمن ذكي في كل امر المؤمن وكيس الفطن سواء في العلاقات في المعاملات في الحقوق في الواجبات فيما يفهم فيما يعمل فيما يعلم يعني هذه كلها مساء تخص الذكاء الاجتماعي مش عايزة دي علم ولا غيره مش عايزة ناخد شهادات دكتوراه وشهادات مش عارف لا لخدم الشهادات واجازات علمية نحن نريد تعاملات حتى لا تتصدع البيوت اول شيء نشير الافاة ولذلك انا ادعو كل زوج وزوجة في هذه الليلة ان يجلس كلاهما مع بعض وبعدين ايه اللي خلى البيت تتصدع اولا يخرج كل واحد منهما من ايه من رأيه وهواه لان احنا عندنا مشكلة الهوا اقول لا انت معي فانت قديس انت ضدي فانت ابليس هذه قضية خاسرة او هذا كلام كلام فارغ لا يجب ان يقول مش حاجة اسمها انت معي فانت قديس لا لا انت وهو او انت وهو مع الحق اينما كان دور حيثما دار الاسلام الاسلام يقول هذا الامر حلال يصير حلالا الاسلام يقول هذا الامر حرام فخلي اجعل المقياس في البيت اكتبوا السنة لماذا لان الحق عدد الناس مقاييس الحق فضلوا لكن الحق له مقياس واحد ما هو كتبوا السنة ضع كتبوا السنة والله هذا الامر يصير مع كتبوا السنة يعني يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يحزنه يدخل انشرح الصدر على رسول الله ام يضيقه هذه القضية اذا الميزان طيب ايه اسباب المشاكل احيانا يكون الاولاد هم سبب المشكلة هي متعبة مع الاولاد ليلة نهار وهو يرى انها مقصرة هي مثلا سبحان الله العظيم قد يكون مجهد يوما ما وهو يرى ان له حقوقا معينة يجب ان يأخذها يعني المسألة يجب ان ترعى فيها مسألة المودة مسألة الرحمة من اياتي ان خلق لكم من انفسكم من انفسكم يعني يا جزء مني من انفسكم ازواجا لماذا لتعملوا ايه لتسكنوا اليها سكينة طيب ما حصلش سكينة الله عز وجل جعل مودة ورحمة ادي ثلاث ايه ثلاث ركائز او ركائز ثلاثة يعيش عليها البيت المسلم سكن مش سكن يعني بيت لا سكن نفسي اسكن يسكن الانسان الى من يأنس سكن يسكن سكينة تحدث السكين سكن وبعدين فيه مودة بين الطرفين طيب تبخرت المودة تبخرت السكينة هناك رحمة يرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء هي ترحموا في الانفاق مش كل ما تشوف وشه وشه نريد نريد كذا ونريد ان نشتري كذا وتقدم له طلبات سبحان الله عرضت كذا وكذا والاولاد يريدون كذا يعني وتختار اوقات سخيفة في الطلب اختار وقته وفي حالة هدوء نفسي في حالة راحة نفسية اول ما ياتي من الخارج نبدأ نحكي له مشكلة الواء في المدرسة مشكلة البنت في الجامعة ومشكلة لا يستريح قدمي لوطة على الغداء ورحبي به اشعر لي انه وصل الى بيته الآمن يعني فرح الاولاد ان اباكم قد وصل رحبه بقى بيكم قوم وقبلوا يده قبلوا رأسه بيكم اجلسوا بجواره خليه يدعلكم يرضى عنكم يشهر الرجل انه مهم في البيت وبعد ما يهدأ بعد ما يهدأ ميه بتدي بقى نطالب بالطلبات لكن المطالب صراحة نساه هو خارج نريد نريد كذا كذا وهو جاي ما ضي ضيق صدره حتى وان كان غنيا لا بد من مراعاة الناس وانت ايضا لا تكن يعني النصح ثقيل احيانا انت تريد ان تنصح زوجتك حتى الاولاد النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا يعني لا داعي ان يكون لان النصح النصيحة ما ضدها والناس النصيحة دائما تمثل شيء ضدها والناس لذلك دائما تصديرك انها نقت فانت تريد ان تنصح انصح ولا في ايه التي احسن بطريقة معينة في وقت معين اختار الوقت اقول هذا الكلام للرجل وللمرأة وللكبير وللصغير وللمعلم في المدرسة وللمدير المؤسسة وللموظف انت تريد ان تنصح زميلك ان تنصح جارك ان تنصح اخوك ان تنصح اختك ان تنصح لابد النصيحة تأخذ دور سبحان الله كم من اناس كم من اناس سبحان الله يعني يعني قد ينصح بالتلميهة دون التصريح لا داعي ان تجعل النصيحة فجة او فيها شيء من الجفاف او شيء انها من يعني من انك علامة والاخر جاهل يقول سيدنا ابراهيم ناصحا اباه الكافر يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا هذه النصيحة انت تريد ان تنصح نصيحة ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان سيدنا ابراهيم يريد ان يقول له انا عالم وانت جاهل لكن لا لم يقول له هذا اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما جاءني من العلم لم يأتك انت ما وصفه بجهل ما وصفه بغباء ما وصف سيدنا ابراهيم نفسه عليه السلام بانه اعلم العلماء وافضل الفؤول اني قد جاءني من العدم ما لم يأتيك فاتبعني اهديك صلاة سوي فطرقت النصيحة نفسها طريقة طيبة ولا تنفع النصيحة الا اذا كان لأحد الطرفين للناصح عند المنصوح رصيد طب الله عليك من اين يأتي النصيحة تأتي النصيحة بالنتيجة وانا ليس لي رصيد عند احد يعني زوج ليس له رصيد عند زوجته اذاء مد يد خلت يدي في اعطاء خشونا في المعاملة تكبر دايما انت لا تفهم شيء انت غبية انت سبحان الله الله يسامح خالقا السبب في هذه الزيجة التي لا اعلمها الا الله انت تعملها احباط والمصيبة هذا كلام امام الاطفال فالاطفال ينظروا الى الام انها مهانة ينقسم الاولاد والنوعين نوع ينوي لما يقبر ينتقم لامه والنوع الاخر يصير سلبيا فمصيبة احنا انه اثر على جيل دون ان ندري لماذا عندما لا تصير البيوت تصير وفق المنهج لكن لو البيوت صارت وفق المنهج سبحان الله العظيم الله اكبر المسألة في مسألة خطيرة جدا من افات البيوت التجسس تجسس الزوجة على زوجها او العكس هذا التقدم وبال على البيوت او عند بعض البيوت او عند كثير من البيوت ما الذي يحدث تجد الزوجة تريد ان تعرف من اتصلت او اتصل بزوجها هالامه اخته قريبته قريب سبحان الله تبدا فيه سبحان الله يعني العلماء علمونا وقالوا اذا شككت فلا تحقق اذا شككت فلا تحقق يعني اذا شككت فلا تحقق يعني انت لما تشك في ارض لا داعي لان تبحث عنه حتى لن تصل الى نتيجة الى نتيجة سيئة نتيجة سيئة لماذا لان الله عز وجل نهى عن التجس ولا تجسسه ولا تجسس ما من امرأة تجسست على زوجها او العكس الا والعياذ بالله صار شرا وبيلا والنتيجة والعياذ بالله بيوت غير امنة وبيوت متعبة يعني خلي اجعل الثقة هي اطار التعامل وهذا الذي سبحان الله لا يخاف من الله عز وجل اخرص المسألة من تم ماذا تستع له لكن مسألة انت تبعت الزوج او تجسست عليه او على محموله او على مواطن صلاته ما الذي كسبته سبحان الله لن تكسبيه خيرا ابدا ابدا سبحان الله وانت ايها الزوج الكريم لا تسأل زوجتك ماذا قالت لك امك ماذا قال لك ابوك ماذا اعطاك اخوك يا اخي هذه من خوارم المرؤة يعني المرأة لها زم مريم فصلة صيحنا بنعرض بناتنا التي بترينا بقضية الوظيفة ان تشارك بشيء من راتبها في البيت وهذا الشيء ليس لنسبة محددة في الاسلام وانما باتفاق الزوج والزوجة ان يتفق الطرفان على مثل هذه الامور ولكن ليس شرطا لازبا ولكن انت لا تسألها ماذا ترك ركبك ماذا عندك في المصرف ماذا عندك في حسابك هذه ليست من مرؤة الرجل ابدا ولا مرؤة العرب ولا مرؤة المسلم والمسلم كل مرؤة ولذلك يعني الامور يعني سبحانه الله انا اثق ان المرأة اذا كان للزوج رصيد عندها يعني تعطيه عينيها تعطيه ما تأملك متى عندما يكون لها رصيد اما ما اسألت ان احنا كالقط والفقر انا منتظر خطأ من امامي اقع في خطأ واسأل اسئلة سبحان الله او اذا رأيت هنا صغيرة امسح كل ما سبق من رصيد ولكن والله يعني كارثة الكوارث انني كما اقول دائما اذا سألنا سؤالا اعلاميا لمن سبق له الزوج بعشر او عشرين سنة اذا عادت بك الحياة يا فلان او عادت بك الحياة يا فلانة سبحان الله هل تتزوج هذه الزوجة مرة اخرى او انت هل تقترنين بهذا الزوج مرة اخرى الكارثة اننا سوف نسمع اجابة تؤلمنا جميعا الا من رحم ربي لكن كنت اتمنى ان يقول المؤمن والله ما كانت تتحملن الا هذه المرأة الصبورة الصابرة المجاهدة وهي تقول والله ما كان يتحمل التقطيب وجهي ولا التكشير المستمر ولا الغطرسة والعلو والغباء الاجتماعي الا هذا الزوج الكريم لكن للاسف نحن ننسى كل واحد يرى نفسه فقط انا 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 الفرعونية داخل في جيناتنا وداخل سبحان الله في دمائنا ما اريكم الا ما ارى كل واحد فينا عامل انه هو سبحان الله واذا جلسنا لنحكم بين الطرفين ان سمعنا من الزوج شعرنا انه ايوب الصابر المسكين واذا جلسنا مع الزوجة شعرنا انه اس امرأة فرعون التي قالت رب ابني لي عندك بيته في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين حقيقة فيه بيوت كما قلت في بداية الحلقة كالسجون كالسجن تماما لان البيت لما تغيب منه المودة ويغيب منه الامن تغيب منه الراحة النفسية تغيب منه الارصدة لكن كل واحد متوقع من الثاني هجوما الله طب كيف تأمن البيوت لا تأمن البيوت ابدا الا بطاعة الله وتقوى الله والاستقامة على طريق الله وان يقدر كل طرف للطرف الاخر وان يتعامى عن ايه عن عيوبه ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى يعمل انه غبي يعمل انه مشواخد باله لكن انت عندما ترى الطفل يخطئ خطأ 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 الولد يتعاون على كلمة خطأ وسوف يصنع الخطأ انت ايضا مع الزوجة او انت ايضا مع الزوج كل ما رأيتي كذا وكذا وابوك قال وامك قال واختك قال وانت قلت سبحان الله وكأنه تنميز صغير في مدرسة كارثة الكوارثة الذي يحزنني شخصيا انا اجد اخت ملتزمة تحضر مجلس العلم وتحفظ القرآن وتحصل على اجازة في القرآن وما شعر القوة الله وصوام قوام قانته اذا اردت ان تنصحها زوجها الذي ذاتها في الدين مثلا او لم يصل بدرجة العلم التي عنده لدرجة زوجته تستشعر انها هي مديرة المدرسة وهذا تلميز في اولى حضانة او في الصف الثاني اللي ابتدائي وتقرضه وتوبخه وتقول لا انت لا تعرف ان تقرأ القرآن قراءة صحيحة انت صلاتك باطلا لانكذا يا اخت الاسلام يا بنياتي اتقل لا الرجل العربي قد يسمح كل نصائع العالم الا نصحتك لانك لا رصيدة لك عنده لكن لو عملت رصيد عندما تنصحيه في وقت ما بطريقة ما لان اشترط العلماء في قضية الامر وانه ان اكون رفيقا فيما امر رفيقا فيما انهى عاملا بما امر عاملا بما انهى سبحان الله العظيم عالما بما امر عالما بما انهى هذه شروط ثلاث العلم والعمل والرفق غير كده النصيحة لا تأتي بنتيجة ولذلك لا يسمع الرجل كرام زوجته ولا تسمع زوجته ولا الاولاد يسمعه كرام الاب والام ولا سبحان الله والذلك المجتمع والبيوت تصير ايه غير امنة لكن ما هي البيوت الامنة بيوت فيها الرفق فيها اللين فيها حنو الاب على ابنائه في اقتراب الافكار وتلاقح الافكار وتكامل الافكار وليس تضار الافكار لكن الذي يغيب عن البعض ان فيه طباع طباع سبحان الله يعني يعني لا تتغير هذه الطباع والملكات التي لا تتغير دعوها كما هي ولكن عيشوا في مساحة الفضل احباتي في الله هذه عنوين سريعة كيف تكون البيوت امنة لن تكون البيوت امنة الا اذا قدر كل طرف الطرف الاخر فان النفوس قد جبلت على حب من احسن اليها وكراهيت من اساء انا اريد ان اؤكد ان الاسرة المستمة هي اخر معقل لنا ولن تسطح مجتمعاتنا الا ببيوت امنة فيها الاسدام فيها روح التفاهم فيها روح المحبة فيها المودة فيها السكينة فيها الرحمة فيها التقدير فيها ارصلة لكل طرف عند الاخر يسحب منه عند الحاجة يعني نختم هذه الحلقة بدعاء الى الله عز وجل عسى ان تكون ساعة الاجابة فاللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تبع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرت ولا مريضا الا شفيت ولا عسيرا الا سرت ولا كربا الا اذهبت ولا هم الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا ضال الا هديته ولا ميت الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن اللهم اكرم الازواج والزوجات بطاعتك يا رب العالمين ورب لنا اولادنا على الكتاب والسنة اللهم هي لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات ويسر لهم امورهم يا ارحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة نعيمة اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اللهم متعنا بالنظر الى وشك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر اسقنا من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة لا نضمأ بعدها ابدا اللهم اجعل الجنة مآلنا ادخلنا الجنة دون سبيقة عذاب اللهم امن مجتمعاتنا اجعل هذا البلد امن المطمئنا وسائر بلاد المسلمين واترد عنها شياطين الانس والجن يا رب العالمين اللهم وفق الراعي والرعية ووفقنا جميعا الى ما تحبه وترضاه اللهم يسرنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا تبع لكل عاصي واهد كل ضال وارحم كل ميت واللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ويسر لنا امورنا هب لنا من ازواجنا وذرهياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا احباتي في الله ارجو ان تكون هذه الكلمات قد خرجت من قلبي الى قلوبكم وارجو ان تكون هذه الكلمات يعني قد تركت اثرا طيبا حتى تعود بيوتنا مرة اخرى الى البيوت الامنة امن الله بيوتنا جميعا من كل مكروه وسوء جزاكم الله خيرا ونلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته